مع منتخب الشباب ونسيب المشكلة والكابتن الربيع إن شاء الله بإذن الله يكون برضو موجود معنا نشوف رأيه في هذا الموضوع إن شاء الله يكون موجود معنا في الفقرة الأخيرة نروح بقى لمنتخبنا الأول طبعا بيستعد بشكل جدي جدا لمواجهة توجه إن شاء الله يوم السابت اللي جاي كل الدعم أكيد والتوفيق لمنتخبنا القومي بقيادة الكابتن حسام البدري واللعيبة متأكدين إن شاء الله بإذن الله إن المنتخب خلال المبارايتين دول هيحسم إن شاء الله قمة المجموعة زي ما احنا عارفين إن جزر القمر اتعادل مع كينيا وبالتالي جزر القمر في المركز الأول يلي كينيا يلي مصر ثم توجه بخصوص مباراة للعودة إن شاء الله الأستاذ عمر الجنيني رئيس اللجنة الخماسية في اتحاد الكورة وجمال محمد علي نائب الرئيس اللجنة الخماسية هيكونوا متواجدين إن شاء الله مع منتخبنا في رحلة في رحلة توجه إن شاء الله اللي هي طب أكيد هتبقى بعد المباراة على طول احنا عارفين إن المباراة إن شاء الله المباراة التانية هتكون يوم 17 إن شاء الله نوفمبر دي طبعا كل دوت في يعني التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا اللي هتصادفها الكاميرو إن شاء الله في 2022 المفروض إن المنتخب مصر كمان هيتوجه اللي توجه زي ما تكلمنا في فجر 15 يعني المباراة هتتلاقي بهم 14 يضوب بعد المباراة وإن شاء الله نكون كذبانينها بيتوجهوا إلى المعسكر بيوضبوا وشوناتهم وبيطلوا على طول على المطار إن شاء الله فجر 15 هيكون على متن طائرة خاصة طبعا علشان يعني نوع من أنواع الراحة ونوع من أنواع الاستقرار وإن شاء الله بإذن الله يكون معهم التوفيق هنعرف تفاصيل أكتر عن استعداداتنا ومنتخب مصر في رحلته أو في ماتشين توجه